فطورة الكهرباء كتير كتير عم تطلع غالية عندكم ولا يهمك اليوم رح قدملك فكرة عبقرية لحتى تتخلص من هيدا الموضوع عندك الرز بسرعة عم بيسوص رح نمنع هيدا الموضوع بحيلة مطبخية مهمة كتير عندك الموز بسرعة عم يسود بالبيت وما حدا عم ياكله فكرة زكية جدا للحفاظ على الموز لفترات طويلة الأودكس عندك أو الكلوركس مش عم يعدلك أبدا أيام اليوم رح خليلك يعد ثلاث أشهر بفكرة زكية كتير البنادورة حنخليها برات البرات لمدة ثلاث أسابيع من دون ما تنتزع بأفكار كتير حلوة مرحبا كيفكن شتقتلكون كتير كتير من الفيديو الماضي اليوم أحبقي عندي أفكار مهمة كتير إذا ما استفدت من الفكرة الأولى وما حبيتيها ممكن تستفيد من الفكرة الثانية أو الثالثة وتستفيد منها كتير وتجار بيها وصدقيني صدقيني رح تدعيه لكتير أفكارنا مهمة كتير خلينا نبلش بالفكرة الأولى بالنسبة للفكرة الأولى عند الرز أكيد كل ياتنا عنا رز بالبيت وفي مننا بيعملوا أو بيحطوا عندهم بالبيت كميات كتير كبيرة وللأسف بعد وقت منلاقيه نسوسوا فشو الفكرة؟ الفكرة أنه نحط ملعقة من المعدان متل ما شايفين بقلب الرزات وبهيد الطريقة رح تمنعوا تسوس الرز شو ما كانت نوعية الرز بسمتي إيطالة أي نوعية المهم نحط فيهن أو حتى الكمية المهم نحط فيهن ملعقة وبهيد الطريقة رح تحافظوا على الرز عندكم لشهور ولسنة كاملة من دون أي تسوس نهائيا فكرة كتير حلوة جربوها وصدقوني رح تستفيدوا كتير جربوها أحبائي بس طبعا مفروض الرز ما يكون مسوس مفروض يكون نضيف وبعدين نحط فيه ملعقة المعدان تعرفوا الجبنة روحة كتير قصيرة وما بتعود بالبراد لمدة خمسة أيام ست أيام ويمكن تنتزع اليوم رح نقدم فكرة كتير حلوة نحافظ على الجبنة بالمبرد أو بالبراد لمدة أسبوعين طريقة كتير حلوة وكتير زكية هي أبسط شي نجيب السكر نحطه بأي ورقة موجودة عندكم بالبيت أنا أنا هنعم حط السكر بورقة ألمينيوم أو سنيتا وبهيدا الشكل راح حطه على جنب بقلب العلب الخاصة بالجبنة ورح حطهم بقلب البراد بهيدا الشكل الجبنة حيطول روحها وما راح تنتزع طبعا فينا ساعتان جيب كمية كتير كبيرة ونحافظ على الجبنة بهيدا الطريقة فكرة كتير حلوة للحفاظ على الجبن البيضة او الجبن البلدية بطريقة حلوة وطريقة عبقرية عندك الموز بسرعة عم بيسود وعم ينتزع وولادك ما بيحبوا كتير الموز يعني لاياكلوا كل يومين 3 موزة عندي فكرة كتير حلوة للحفاظ على الموز طبعا الموز كمان روحوا قصيرة وبسرعة بيسود خاصة اذا كان عنا رتوبة فافضل طريقة لحتى نحافظ على الموز انه نغطي العرق بهيدا الشكل نغطي العرق ونحافظ على الموز لمدة كتير طويلة واكيد الموز ما منحطه بالبراد بحال الموز نحط بالبراد او بالمبرد اكيد رح ينتزع ويسود فافضل طريقة ايضا البراد البراد ونغطيه بورق الالمينيوم بهيدا الشكل لاننا نمنع الاكسجين من الدخول والتفاعل وهيك بهيدا الطريقة منحافظ لو اذا كان عنا قطع وما فيه له نعروق بهيدا الشكل منحافظ على الموز لمدة طويلة براد البراد فكرة كتير حلوة خلينا نتقل للفكرة اللي بعدها بالنسبة للفكرة اللي بعدها هي فكرة الاوديكس او الكلوريكس طبعا في كتير من الناس او من السايدات ما بيقعد عندهم الاوديكس فترات طويلة اليوم رح اقدم لكم فكرة كتير حلوة لحتى يقعد عندكم لشهر ولشهرين كاملين صدقوني بفكرة عبقارية كتير مهمة من منا ما دلق ما فتح القنينة وصب مباشرة بهيدا الشكل ومجرد ما انه نصبه ممكن ندلق زيادة عن اللزوم وبهيدا الشكل منكون عام بيكون هيدا تبزير زيادة ومنكون طبعا عام نستهلك كمية كبيرة فافضل طريقة لحتى نحافظ على الكمية اللي عنا هي نجيب بخاخة اي بخاخة موجودة عندكم بالبيت انا هيدا البخاخة عندي اياه كتير قديمة لانه اللي فترة طويلة بيستخدمها هيدا كانت بخاخة قديمة خاصة لتنضيف الغاز بعد ما فضيت تركتها ما رميتها ابدا حطيت او حطيت بقلبها لكلوريكس وانتوا جربوا هيدا الطريقة وصدقوني رح تستفيدوا كتير ولكلوريكس او الأودكس او حتى تجفال رح يعد عندكم لشهور انا مرة قعدت عندي ثلاثة شهور طبعا بالمحافظة عليها قلب اه متل ما شايفين بقلب البخاخة متل ما شايفين بهايدا الطريقة ومنرجع من سكرة وساعتها من بخ على المنطقة او منطص على المنطقة اللي بدنا اياها بقلب البيت من دون تبزير او من دون كفة او دلق مباشرة بطريقة اه كتيرة هلأ بتشوفوا كيف ومنطص ولا ابسط منها تشوفوا همطص تصبيه هيدا الشكل وعم ما يتوزع عندي على كل انحاء البورسلين غير لايكم الفرق بين الطص وبين انه نحط نفتح القنين وندلق دلق فاكيد بهمنا التوفير اسألوا مجربوا ما تسألوا حكيم عنا هون الكهرباء متل ما شايفين مشكلة الكهرباء كتير كبيرة عنا هيدا الايام ابسط طريقة احباقي للحفاظ على الفاتورة الكهرباء تيجي كتير خفيفة انه نحط ملح فوق العداد بهايدا الشكل رح تخف عنا فاتورة الكهرباء ورح تستفيدوا كتير من التجربة لان تجربة كتير كتير كانت حلوة وكانت مميزة لكتير من الناس ما تقولولي هيدا سرقة هيدا فكرة لحتى طبعا حافظ على هيدا الموضوع بابسط طريقة رح نجيب كيس من الملح متل ما شايفين هيدا الكيس طبعا رح يوفر عليكم كتير كتير فاتورة كهرباء عالي يعني فيكن دوره الازان فيكن دوره دفاية الكهرباء طبعا على بنظام معين بهيدا الشكل رح طبعا تستفيدوا وما رح يصير عندكم بقلب البيت مشاكل بسبب فاتورة الكهرباء الزيدي وعم بتضوو كتير كهرباء وطفو الكهرباء ما بعرفشو فهيدي ابسط طريقة رح نحط الملح داخل ورقة الالامينيوم بهيدا الشكل يعني نحنا هيدا الايام الايام الكتير عم نمرق فيها صعبة مفروض انه قد ما فينا نوفر علينا وعلى جيبتنا فهيدي طريقة حلوة كتير للحفاظ على مسرياتنا فمنحط ملح بهيدا الشكل ومنحط على العداد طريقة كتير حلوة لحتى نحافظ طبعا على الجيبة وعلى المصاري فهيدي الطريقة رح تخفف كتير من فاتورة الكهرباء لانه الملح هو رح يشتغل ورح يسحب السخون الموجود داخل العداد اللي رح تخف عنا فاتورة الكهرباء كتير واخر فكرة عنا هي فكرة البندورة او الطماطم لتقعد عنكن برات البرات لمدة كتير طويلة مفروض انه تتغطى هيدا الجزء هلأ وقت تجيبوا البندورة ينصح انكم تجيبوها مع العرق الاخضر اللي بيكون موجود من فوق وقت تجيبوها ما تشيلوا العرق الاخضر وبحال شال العرق الاخضر غطوها بهيدا الشكل لزقوها لحتى تمنعوا دخول الاكسجين الى داخل العرق وتتحلل بطريقة سريعة وبهيدا الشكل احبائي وقت نغطيها رح تعد عنا لكذا اسبوع برات البرات ومش رح تنتزع ابدا 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 هيدو الحيالنا احبائي كتير مهمة وكتير زكية ان شاء الله راب تكون اليوم افكارنا عجب تكون وان شاء الله تستفيدوا مننا وقلولي اي وحدة حبيتوها اكتر الشي وعجبتكن وخبروني تحت بالمكوم ولكمنتات واذا حبيت طبعا افكار اليوم ما تنسوني من اللايك الى اللقاء باي باي